استشهد فتى الفلسطيني بعد اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليها جنوبية مدينة نابلوس وذلك بزعم تنفيذه عملية الطعن واكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد الفتى قصي ذياب ابو الرب البالغ من العمر 17 عاما وهو من بلدة قباطيا في قضاء مدينة جنين واضافت المصادر انه لم يصب اي من الجنود هذا واعتقل الاحتلال الاسرائيلي فلسطينيا في مدينة الخليل بعد تنفيذه عملية الطعن اصفرت عن اصابة جندي اسرائيلي بجروح